الذهاب إلى زباروجيا للقيام بعملية تفتيش صعب للغاية فهو يتطلب تفاهم وتعاون العديد من الفاعلين بما في ذلك أوكرانيا بالطبع التي نحتاج للتنصيق معها وفي نفس الوقت هناك كذلك روسيا التي باتت تسيطر على محطة زباروجيا للطاقة نحتاج الآن لإجراء محادثات مع جميع المعنيين لنتمكن من التحقق بسلامة المحطة وأمن المنطقة دعم الأمم المتحدة ضروري أيضا فالأمر يتعلق بمنطقة حرب